فاز العالمين الهولندي لورينز مولانكامب والسويسري دانييل لوس على جائزة العلوم ضمن جائزة الملك فيصل العالمية لإسهاماتهما في مجال الحوسبة الكيمية كما فاز الياباني تاداميتشو كيميتيوتشو بجائزة الطبي لدوره في ابتكار أدوية علاج التهاب المفاصل تقرير محمد طه من الرياض أجهزة الكمبيوتر التقليدية التي احددنا استخدامها ربما تصبح قريبا ذكرى من الماضي فالجهود العلمية تنصب حاليا على بناء كمبيوترات فائقة السرعة بفضل ما يعرف بالحوسبة الكمية أو كوانتم كومبيوتينغ الحوسبة الكمية غير موجودة حاليا ولكننا نسعى إلى إثبات أنها يمكن أن تصبح واقعا ملموسا وذلك عن طريق إمكانية التحكم في حركة الإلكترونيات وتحويل الطاقة الناجمة عن دورانها الافتراضي إلى قوة مغناطسية هائلة نظريات الحوسبة الكمية ونظرية دوران الإلكترونات تعني أن معالجة هذا الكم الهائل من المعلومات يمكن أن يتم بأسرع وقت ممكن كما أن تخزين هذه البيانات يمكن أن يتم في أقل مساحة ممكنة لهذا السبب حصل هؤلاء العلماء على جائزة الملك فيصل العالمية لهذا العام أما الفائز في مجال الطب فكان البروفيسير تاداميتشو كيشيموتو من اليابان والذي لو لا أبحاثه في مجال الأمراض المقاومة للعقاقير الطبية لما تمكننا من التواصل إلى العلاجات الحالية لكثير من الأمراض مثل التهاب المفاصل ثم لدينا لجنة ما نسمي لجنة الخبراء من المجموعة من المختصين بهذا الحق المحددا يقوم بفحص كافة الأعمال المرشحة وبالتالي اختيار القائمة القصيرة القائمة القصيرة بعد ذلك ترسل إلى محكمين أو محكمين من مختلف بلاد العالم لا أحد منهم يدري عن الآخر يقوم بتقييم هذه الأعمال وإرسال تقاريرهم إلى أمانة العامة للجائزة ردوان السيد الأستاذ في الجامعة اللبنانية فاز بجائزة الدراسات الإسلامية رغم أفكاره المثيرة للجدل خاصة فيما يتعلق بجماعات الإسلام السياسي انتابع الفشل لعدة أسباب السبب الأول فكرة الغلط أن الدين ليس مطبقاً وأنهم يريدون تطبيقه واثنين أنهم يريدون تطبيق الدين عن طريق الدولة يعني بالقوة وثلاثة السياقات السياقات المعاصرة لا تسمعوا بقيام دولة دينية أو ما يحاول الإسلاميون الدعاية له فلذلك مشروعهم فشل وأنا أنظرت بفشله يعني في الثمانينات وحصل المجمع اللغوي بالأردن على جائزة اللغة العربية والعاهل السعودي الملك سلمان على جائزة خدمة الإسلام محمد طه بي بي سي من الرياض